مع الكاتبة سمر طهر عن أدب الرحلات تعالوا كده نشوف مع بعض التقرير ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم على طول أدب الرحلات من وجهة نظري هو يعني كل لكن فيه بيتقسم لأجزاء كتيرة أو فيه فروق كتيرة جدا أدب الرحلات كمان مفهوم واسع جدا وأنا شايفة كمان أنه حتى الرواية العادية كصنف من ثنوف الأدب الرواية نفسها لما بتدور في مدينة معينة بالضرورة بتبين لنا جزء كبير برضو من السياق الثقافي والمعماري والسياسي في الوقت ده من وجهة نظري المفروض يتوفر في يكتب أدب الرحلات حب للمغامرة وأنه هو قادر أنه هو يشوف الحاجة بنظرة متعمقة حتى أبسط الأشياء وكمان قدرته على المرونة والتعامل مع المتغيرات لأن أنت بتبقى نازل بتزور مثلا مكان أو مدحف بس ممكن جدا أنك تبقى فيه حكاية خلفية أخرى أهم من المكان ده زي الناس اللي تشتغل فيه أو زي شارع فيه محلات مثلا مميزة بتبيع حدا تراثية ففيه أشياء كتيرة اللي هي بين السطور أنه عنده قدرة على القرية دي وحب المغامرة والتجريب جورت مدينة ستوكول وكان فيها مناطق أماكن تاريخية كتيرة زي مثلا دار الأوبرا والأسر الملكي القديم ومتحف فيه متحف الأطفال مشهور جدا هناك وكمان كان فيه مجلس المدينة أو سيتي هول ده مبنى مشهور جدا هناك ومزور مشهور لأنه حكومي بس كمان سياحي فيه جزء بيحصل فيه فعاليات ثقافية كمان كل ما يتعلق بجائزة نوبل فكان عندي وقت كل يوم بالليل لازم قعد ساعة أدون بسرعة إيه اللي حصل ده كانت صدفة في السفرية دي فلما رجعت فكرت أن أنا بتدي أنشرها على أجزاء وبدأت فعلا أكتب بقى بالتفصيل وأستعين كمان بالصور اللي أنا خدتها عشان أفتكر إيه اللي زورته وكمان كان الحاجة المهمة فيه بالنسبة لي أنه أنا إحساسي بالرحلة وإحساسي بالبشر اللي في الشوارع مواقف طريفة مثلا حصلتلي فعشان كده الكتاب ده كان أسهل في تدوينه عشان كان عندي الوقت ده وبالتالي قررت بعد فترة أنه أبصله بنظرة تانية ويبقى له سياق يعني متكامل ككتاب وفعلا اتنشر الكتاب بيجمع بين رؤية العامة اللي هي زي مثلا معلومة هتقراها عن القصر ده وبين الرؤية الذاتية ورأي الشخصي في البشر اللي اتعاملت معاهم أو في التنظيم أو الشيء اللي عجبني في المجتمع أو الشيء اللي بعلق عليه أو بنتقده فهو مزيج من الرؤية الذاتية ومن المعلومات والحاجة كمان المسيرة والمهمة أنه أحيانا لما رجعت طبعا بدأت كمان عشان أعمل الكتاب لازم أجيب أرقام دقيقة وحاجات فلجأت طبعا للإنترنت في معلومات كتيرة جدا من اللي سمعتها من الناس والسكان ومثلا في المنظرات السياحية للمرشدين السياحيين مش موجودة على شبكة الإنترنت فده كمان اللي ميز الكتاب إنه فيه شوية معلومات بتعرفها من الناس اللي في المكان بس وترائف مثلا تبقاش موجودة قوي في حيطة تانية بالنسبة لأدب الرحلات هو كان من زمن مزدهر أكتر يمكن كان لصعوبة للسفر أو الناس ما كانتش عندها اطلاع على الثقافات التانية فكانت فيه إقبال عليه